مرحبا بكم اصدقائي مرة اخرى لو ردنا نصب المحرر يا اصدقائي على الكمبيوتر من خلال صفحة الانتليجي اللي خلي لكم هسه الرابط في الوصف يا اصدقائي مجرد ما انه تروح تضغط على الداونلود رح تتحمل ملف عندي في اسفل البراوزر وننتظر حسب الانترنت وسرعة وجودة الانترنت مالتك بس بما انه انه انا محملة وجاهز وكامل فرح تشوفون انه مجرد ما انه اضغط ما بعد التحميل على double click ورح تفتح لهذه النافذة وبعد اقول لا next وقل لا next والطريقة الاخرى رح يطلب من عندي وين اريد اخزن الملف ما للانتليجي يا اصدقائي على الكمبيوتر بها partition سواء كان بالسي او سواء كان اذا تقول لا براوزر رح تقول لا وين تريد تخزن الملف وتنصبه فهنانا شوي دي عملية تأخير لانه بسبب انه قلة بالسي بيو محملة بما انه انا منصبه وجاهز وكامل رح تقول لا اوكي اريد اهنانا وتقول لا بس مجرد ما تقول لا next رح يتنصب عندك يا اصدقائي فرح اسوي هسا انا cancel بما انه انا منزله رح اقول لا yes رح ينزل عندي طبعا هاي التحميل ايضا رح اقول لا اغلاق لان انا محملة كامل جاهز بس انا اردت انه يكون عدكم فاد معلومة انه كيف طبعا لحين ما ينتظر يحمل شوي انه صار ضعيف جدا ايضا نفس الوقت احنا يا اصدقائي بعد ما ننصبه رح نتعرف على واجهة البرنامج بهذا الشكل رح يكون البرنامج عندنا يا اصدقائي خاطر اسوي انشاء الى مشروع جديد والى فايل جديد فمجرد ما اضخط على الفايل واقول له new واروح على new project new project هنا يا اصدقائي معناته انه انا داريت اقول يا جمعة الخير انه انا اريد اسوي مشروع جديد تطبيق جديد انشاء جديد قبل لا اروح خلي بما انه الصفحة هنا خلي اغلقها ونغلق موضوع التحميل مجرد انه استح صفحة ثانية ونشوف التحميل هنا بس انه الانترنت خاطر لي اخر بعملية عمل الانتليجي البرنامج صراحة انه يحتاج لذاكرة شبيرة جدا البرنامج تقدر اتقارنه مثل الفوتوشوب مثل الادوب بريميرا يحتاج الى معالج قوي بس بنفس الوقت هو يساعدك بسرعة تعلم لغة جاذة لانه راح تتعلم بكتابة الكود بهواي هواي هواي امور طبعا انا اش راح اسوي للسرعة راح احاول انه اوقف الانترنت او عادي خلي يحمل لحين ما يسترجع الكمبيوتر زين يا اصدقائي هذا هي نافذة البرنامج نافذة المشروع قبل لا ابلش واش راح لكم شون نسوي نروح فاصل سريع ونرجع لكم يا اصدقائي زين رجعنا لكم يا اصدقائي وقلقت الصورة ايضا يا اصدقائي خاطر اسوي فايل نيو بروجيكت مجرد ما انه نروح نيو بروجيكت ومن خلال نيو بروجيكت راح تنفتح لنافذة اخرى طبعا مثل ماذا تشوفون انه ده يحمل امامكم لحين ما انه يستعرض للنافذة الاخرى واختار نوع اللغة اهنانه شنو نوع اللغة اللي اريده طبعا موجودة حتى الاندرويد اذا تلاحظون موجودة الكوتلين موجودة الفلوتر انا اختار جاذا واقول لا بالخطوة الاولى next وبالخطوة الثانية اقول لا create project from template واقول لا next اهنانه اسمي البروجيكت المشروع مالتي وين اريد اخزنه لو فرضنا اختارينه انه نريد نخزنه بالدسكتوب فراح اقول لا اريد اخزنه بالدسكتوب مجرد ما انه اضغط على الدسكتوب امامك فراح يروح للدسكتوب راح اقول لا اوكي راح يتخزن بالدسكتوب راح اسمي التطبيق اول تطبيق اليه مثلا موبايل طبعا قلنا java sensitive يعني ما تحب الكابيتل فراح تكتب اول شي موبايل وكلمة اب كبير فهذا معناته اول مشروع الي اريد ان اسويه هو application للتليفون مالتي وقل له finish فتعالوا خليني اتعرف بس راح يحمل راح يسوي new project ادي راح يخزن الملفات في الكمبيوتر هنا طبعا يسألني يقول لي هل تريدني افتح هذا البروجيكت في نفس هذه النافذة او بنافذة اخرى راح اقول لي افتحليها بنفس هذه النافذة ورح يحمل ادي ورح يفتح نافذة البرنامج ايضا مرة اخرى واكيد راح يخلي لي فترسالة معينة او راح يترك لي فقط comment واني ابدي اكتب اول اه كود بلغة java خليني اتعرف بعض المفاهيم عن لغة java انو خلي اكتب اول كود برمجي بلغة java بس قبل لاكتب اول كود برمجي خلي اشرح لك شوية عن مخطط نافذة المشروع امامك هذا هو نافذة او شجرة المشروع بالبرنامج تقدر تتبعه عادة البرنامج مالتك وين راح يكون موجود خلي اشوف لك يا يا اصدقائي بس نحاول انو نستعيد الماوس طبعا يتأخر موضوع بسبب انو اني الانترنت اللي هو اه طبعا هس رجعي يفتح لي و و اني خزنته بالدسكتوب والمفروض انشئلي فايل جديد عادة يكون البرنامج يا اصدقائي مثل ما تلاحظ بملفة بالسي ار سي وبالمين هذا هو المين جافة لو ردت اسوي كلاس ثانية مجرد اخلي على الموس وقل له رايت كليك وقل له نيو كلاس راح افتح لي صفحة ثانية وارد اسمي مثلا لوغن مثلا وقل له من نوع كلاس راح تشوفون انو هنا راح تنفذح لي نافذة اخرى اسمها لوغن كلاس وهي موجودة ايضا اهنانة مثل ما تلاحظون فتحت نافذة اخرى كلاس ثانية في داخل برنامج مشروع الموبايل اوب وقدر اسوي كلاس اخرى وكلاس اخرى وعدة كلاسات هسا هذا الموضوع مارد اطوله عليكم وارد ادوخكم موضوع لكلاسات خلي نكتب عرفنا انو من الديسكتوب هو موجود عندنا نافذة البرنامج يا اصدقائي ونقدر نتبع المخطط مالتي اهنانة بالكومنت اذا اريدت اكتب كومنت فهي مجرد دبل كوتيشن او دبل شارحة بالعرض واكتب الكود مالتي لو اريدت الون الكود مالتي مجرد انو خاطر الصير الي يفت ملاحظة حلوة تبين بس مجرد اكتب تودو كلمة تودو راح يصير ادي باللون الاصفر واكتب نوع الملاحظة الي اريدها تودو او شيء مثلا اوكي هسه اهنان نضغط انتر ورح احاول انه انا اغلق هذا الفايل حتى لا يزعشني وابدي اشتغل باول كود برمجي خاطر اعرف انه شغلي صحيح او لا خلي اكتب اول كود برمجي الي هي عملية الطباعة يطبع الافت نص معين واشوفه بالترمينال فمجرد اكتب او كلمة مختصر اذا رجعنا واكتبنا مختصر كلمة ساوت وادوس انتر ما اخذ بعد ما ما اخذ البرنامج هنا على المختصرات بس راح اعلمها لكم ان شاء الله بالايام القادمة زين راح اقول system system.out.print lin وافتح قوس واغلق قوس سوري افتح قوس واغلق قوس واخلي semi column وبعد السمي كولوم هنا في داخل هذا الشي يا اصدقائي اكتب المسج في داخل هذي الاقواس اكتب كلمة hello world طبعا هسا بدي يشتغل البرنامج عدي سريع ليش؟ لانه كمل التحميل النسخة المجانية اللي نزلناه من الانترنت لايك اشانه تأخر فتأخرت حتى عدي كلمة to do something صار عدي بهذا الشكل فرح استعرض لكم انه شون كتبت اقدر اكتب كلمة south خلي كلمة south خلي هو مفروض عادة يطلع لي مثل برنامج visual studio كلمة south مختصر system.out.println مجرد اذا ضغطت كلمة south وانتر راح تطلع لي نفس هذا المسج وهذا اول مختصر نقدر نتعلمه بلغة java يا اصدقائي ونقدر نكتفد ميسيج اخر اه welcome to learn learn java course طبعا الحلو بهذا البرنامج لو كتبت كلمة بالانجليزي غلط راح يصحح لي ايضا انه يقولوا ترى الكورس هنا انا كاتبها غلط مجرد انه تضغط على هذا اللون باللون الازرق راح يصحح لي كلمة الكورس ورح نقدر نعرف انه نتعلم نكتب باللغة الانجليزية ايضا بشكل سهل وسلس من يطلع لي علامة الصحمنات ما عندي اي خطأ ومشكلة بالبرنامج لو فرضا نسيت انا السيمي كولوم راح يطلع لي ترى هنا انا error وعلامة بالاحمر ولوقفت اني على الاحمر راح اقول ل شنو راح يقول لي عدة خطأ اقول لي فتح لي وين الخطأ او اروح على الخط الاحمر اهنان راح يقول لي ترى المؤشر هنا عندي خطأ نقص عدة سيمي كولوم او لو نفذت لو نفذت الدقي freaks بدون ما ن Connect راح يقول لي ترى بالتنفيذ عدة خطأ انتظر التحميل طبعا ما لل pixels خطر انفذنا البرنامج ورح يقول لي ترا عدك خطأ انه هنا ناسي سمي كولوم بس مجرد ندي يتأخر عدي لي انه بسبب انه اني المعالج في هذا الكمبيوتر ضعيف جدا لذلك نحاول شوية نعتمد انه ننتظر شوية لحين ما يظهر لي الاوتبوت يعني عادة على الكمبيوتر الاول رح يظهر بشكل سريع طبعا نضغط التيرمينال ونشوف وين المشكلة هو اني متقصد انه رد خلينا يقول لي مشاكل يقول لي في خانة رقم سبعة مثل ماذا تلاحظون امامكم في خانة رقم سبعة فرأ انت ناسي سمي كولوم مجرد لو خليته راح يصير علامة الصح وراح يكون شغال طبعا هنا هم خطأ ثاني لانه كتبت الدبل نقطة وهذا الشي غلط فراح اقول لي ترا انه غيل اللي يا واتخلي بهذا الشي كلا سيقول لي ترا الامور تمام والامور صحيحة فنقدر انه ننفذ اهنانا يا اصدقائي مجرد انه نسوي له هيتكليك ران او ران مين فانتظره يحمل ونشوف التنفيذ مالتنا خاطر يظهر بالشكل الصحيح اه جاست مومنت صراحة البرنامج ديت اخر للاسف بامكانكم انتو تشتغلون على المحرر ريبليت وراح تشوفون الشغل سريع حسب قوة اداء الانترنت يا اصدقائي بس دا انتظر انه هنانا يشتغل بشكل سهل وسريع اه طبعا دا يحمل امامكم اهنانا بس حتى انه يشوفوا في التنفيذ finish saving cash هنشوف متى يفتح النا اهنانا طبعا التيرمينال اهنى البروبلم اهنى الto do اهنانا الbuild خلي نشوف اه عمليات الطباعة خاطر تعرفون انه احنا وين نروح اها اوكي طبعا ظهرت هي بس ننتظر finishing طبعا هي build build خلينا انتظره يحمل على راحته وتظهر عدنا امامنا نتيجة الطباعة يا اصدقائي فاستراحة نخليه يحمل 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 وهنانا يقول لي ترى الامور صحيحة completely successfully فراح يطبع لي الرسالتين امامكم اللي هي hello world و welcome to learn java course في الفيديو القادم راح ندخل ونتشعب اكثر يا اصدقائي اتمنى استفادية من هذا الدرس نشوفك بالدروس السابقة السابقة شانا في الدروس القادمة ان شاء الله في تعلم لغة java يا اصدقائي فتحياتي لكم اخوكم عبد الرحمن شوفكم فيديوهات اخرى مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة